لأنك الله لا خوف ولا وجن ولا يأس ولا قنط ولا مذن لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله لك الشكر الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وحياكم الله أحبة الكرام إلى لقاء جديد في برنامجنا مع الله مع الله ولله وبالله مع الله الحفيظ ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إلى آخر نص الحديث احفظ الله تعالى يحفظ الله لك جوارحك إذا كنت مع الله حفظ الله لك جوارحك حفظ الله لك سمعك حفظ الله لك بصرك حفظ الله لك بدنك حفظ الله لك قلبك من الزيغ والضلال اللهم أجمل الحفيظ سبحانه يحفظ الله لنا أسماعنا أبصارنا أجسادنا قلوبنا أرواحنا كم كثير من الناس ضاعوا وظلوا وزاغوا لأنهم مرتبطوش مع الله وما استشعروش عظمة البقاء معه بأنه هو الحافظ سبحانه كم وكم كثير إذا كنت مع الحفيظ جل وعلا يحفظ الله لك سمعك ويحفظ الله لك قلبك كم كثير من الناس هذا مريض وهذا معاق هذا فقد سمعه وهذا فقد بصره وهذا فقد أحد جوارحه وآخر زاغ قلبه كان ما شاء الله تمام كذا جاءت عليه فترة من الزمان وانحرف لو لم يحفظك الله تعالى الحفيظ ما كنت على هذا الحال تدعى الله تعالى دائما تدعوه من كل قلبك دائما وتقول يا رب حفظني بحفظك يا ربك لأيني برعايتك يا رب حرسني بعينك التي لا تنام لأنه إذا أنت مربوط معه ومتعلق قلبك به دائما لن ينساك آبدا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يحفظك الله في حلك ويحفظك الله في ترحالك يحفظك الله في الحذر والسفر يحفظك الله تعالى أينما كنت فهو معك حافظ ومعين ومؤيد وناصر سبحانه وتعالى إذا اتبطت وكنت مع الله تبارك وتعالى فأحمد الله تعالى يحفظ لك الله قلبك ويحفظ الله لك روحك ويحفظ لك تفكيرك ويحفظ لك جاسدك من العهات والعلل الله كم شفنا كثير من الشباب وكثير من الناس هذا مريض وهذا معاق وهذا لغد على السرير والمستشفيات ملان والصيدليات ملان وكم وكم وأنت في أتم الصحة وكماد العافية يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان إذا أنت معك سيارة جديد معها حافظ الإنزلاق وحقها البريك سابر أنت تحتاط دائما عند السفر أن تكون سيارتك ما شاء الله تأم التمان تقول أنت احتياطا فإذا ما كنت ما دمت أنت أنت مع الله وأنت مع الحفيظ وتوكلت على الله وخرجتنا البيت وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل إلى آخر الدعاء أنت في حفظ الله وأنت في رعاية الله وأنت في كان في الله تبارك وتعالى يحفظك الله جل وعلا يحفظ الله لك بيتك يحفظ الله لك زوجتك يحفظ الله لك أهلك يحفظ الله لك أولادك تكون بمعية الله بحفظ الله الله ما أجمل قانون المعي اللهم أجمل قانون الحفظ والرعاية اللهم أجمل قانون الحفظ والرعاية والولاية أن تكون مع الله فيحفظ الله لك سمعك وبصرك ويكلأك أينما كنت حفظ الله محمد صلى الله عليه وسلم في الغار كم تأمروا عليه كم دبروا كم خططوا وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فحفظه الله جل وعلا بحفظه وكم خططوا لقتله واغتياله أيضا كذلك فحفظه الله كم تأمروا عليه كفار قريش وغيرهم حي لا أن وصل خريص الله عليه وسلم وصل المدينة المنورة وهم يتأمرون عليه لكن الله تعالى يحفظه لكن الله تعالى يكلأه لكن الله تعالى يحرسه لأنه متعلق بالله لأنه يعيش مع الله ولله وبالله فحفظ الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في الغار فما تعرض لأذاء ودخلت العناية الإلهية وحفظه الله تعالى هنا وكانت عناية الله وحفظ الله لنبي الله يوسف داخل البئر فأخرجه الله تعالى وأنقذه الله منه وخرج منه فرفعه الله تعالى مكان علي تأمل معي نقل الله يوسف بعد هذا الهم والغم والضيط والمشاكل والتأمر إخوانه والحسد عليه وقرأنا هذا الخبر في سورة يوسف كلها فحفظه الله جل وعلا باعه بثمن بخس دراه معدودة باعه بالسوق ومع ذلك حفظه الحفير سبحانه لأنه كان مع الله فنقله الله من غيابة الجب إلى غاية الحب ومن حصير السجن إلى سرير الملك قالوا إخوته تالله لقد آثرك الله علينا قال إنه من يتقي ويصبر إذا توفرت التقوى وفر الصبر وفر التقوى وفر الصبر وكان مع الله فحفظه الله تبارك وتعالى حفظ الله يونس في بطن الحوت وعاش فيه فالله تعالى حفير سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه يحفظ المؤمنين الصادقين يحفظ المتوكلين عليه جل وعلا فقال احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك حيث ما اتجهت فأنت مع الله يحفظك الله جل وعلا ويرعاك يحفظ الله لك سمعك في حين أن كثير من الناس قد فقد ذلك يحفظ الله لك بصرك في حين أن كثير من الناس تراهم قد يكونوا كفيفا يحفظ الله لك جوارحك وهذا من أفضل وأعز النعم بل أغلىها وأحسنها يعني حفظا أن يحفظ الله لك توحيدا ونجرب معية الله وأن الله تعالى سيحفظنا وأن الله تعالى سيكلأنا وأن الله تعالى سيرعانا يحفظ الصيفنا في البحر ويحفظ أيضا الطائرة في الهواء من يحفظها إلا الحفيظ سبحانه وتعالى لأنه الله له معاقبات له معاقبات خلق جعل الله لك ملائكة يحفظونك يحرصونك دائما وأبدا قل لي أنت ماذا قدمت ماذا قدمت لربك ماذا قدمت لدينك ماذا قدمت لعقيدتك ماذا قدمت لرسولك صلى الله عليه وسلم ماذا قدمت لدينك أنا وأنت وهذا وذاك ومن يسمعنا مش قدمنا يعني والله يحفظنا غيرك قد أصيب بأمراض وعاهات وغيرك قد فقد أسرته وغيرك قد فقد يعني أحبابه وإخوانه بل بعضهم فقد أهله وتأمل معنا من الذي يجيه هناك في قطاع غز ومع ذلك صابرين محتسبين متوكرين على الله فاحفظ الله تعالى يحفظك وكن مع الله تعالى يكون معك ربنا حافظ يكون معك حافظ ومعين ومؤيد وناصر حياة الدنيا تحتاج إلى الصبر الصلاة تحتاج إلى الصبر قراءة القرآن يحتاج إلى الصبر الصوم يحتاج إلى الصبر أعمال العبادات أحيانا تحتاج إلى الصبر وتوكل واعتماد على الله إذا استشعرنا معية الله أننا في كنف الله وأني مع الله ونحافظ لحدود الله سيحفظك الله تبارك وتعالى قال ربنا جل وعلا أنه يحفظنا وأنه يرعانا وأنه يقلأنا لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فالله يحفظك فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يقلأنا برعايته وأن يحفظنا بعينه التي لا تنام إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته لأنك الله على سيد المرسلين لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يحسن ولا قنط ولا مدن لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله حياتنا كلها آمان الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة